لو الواتساب الرسمي بتاعك كمان ما اشتغلش على تليفونك او على نفس التليفون هنعمل ايه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شوفنا في الفيديوهين الخاصين بتوع الواتس اوب تمام هنا شرحنا الطريقة الاولى فحل مشكلت لك وتم تسجيل خروجك بسبب استخدامك لتطبيق غير رسمي للواتساب تمام وشرحنا ازاي تنزل الواتساب الرسمي او تعمل ايه بالزبط على نفس الجهاز تمام وفي الفيديو اللي بعده شرحنا ازاي تشغل بقى النسخة المعدلة اي نوع من انواع نسخة معدلة انت عايزها تمام تشغلها بقى على ايه تليفونك طيب من خلال التعليقات وعشان كده انا كنت كتبت الطريقة الاولى الطريقة التانية اللي هي ايه لو الواتساب نفسه الرسمي ما اشتغلش على نفس التليفون يعني بعد ما هو طلب مني انزله تمام ونزلته فعلا واجه اشغل برضو نفس المشكلة اللي هيقول لي تحتاج الى تطبيق واتساب الرسمي لاستخدام هذا الحساب هنا ببقى تنزيل حساب هو عشان بس الواتس عندي فلما جاء افتح هنزل الواتس العادي تمام على نفس التليفون زي الخطوات الفيديو الاول اللي هي اضطرها الاولى تمام هيقول لي وبعد ما دخل الرقم وهكذا للتحقق سواء اخترت بقى بإقدارة مكالمة سواء اخترت بإقدارة التحقق لرسائل سواء مكالمة او رسائل برضو لتنين واحد هايقول لك ايه با سواء على طول هتلاقي ايه با بيها وبعد كده برضو نفس الفكرة تحتاج الى تطبيق واتساب الرسمي مع انه هو ده الواتساب الرسمي وربنا يعني نفس الحكاية هيجيلك برضو على نفس الواتساب الرسمي برضو تحتاج الى تطبيق واتساب الرسمي طب في الحالة دي هنعمل ايه؟ في الحالة دي الحل بسيط او الفكرة بسيطة حضرتك مطلوب منك تعمل اي بقى بالظبط هتروح على اي تليفون تاني تليفون بقى اخوك اختك زوجتك زوجك ابنك اي حد تمام وتسجل برقمك عنده على تليفون اهو تمام بواتساب الرسمي اوكي وهتسجل وهيقبل منك وهيشتغل عادي على اي تليفون تاني غير التليفون ده هيشتغل منك طالما كان جالك المشكلة دي وبرضو نزلت الواتساب الرسمي على تليفونك وما اشتغلش برضو قالك برضو تحتاج الى استخدام واتساب الرسمي تمام هي نفس الفكرة بس هتطبقوا بقى على ايه تليفون تاني تمام بعد ما تنزلوا على تليفون تاني هتطبق الفيديو ده اللي هو طريقة تشغيل اي نسخة اي نسخة معدلة على تليفونك انت تمام يبقى معك الفيديونا هم هسابهم لك برضو في التعليق المثبت الفيديو الاول والتاني هسابه لك في التعليق المثبت تمام وطالما المشكلة دي وصلتك احيانا لما بتجي تشغله او تفتح الواتس بعد كده بيطلب منك التأكيد برمز او تفعيل البي اي ن يعني زي كود سر كده لما تجي تشغل الواتس بتاعك على اي تليفون بعد كده لكن هتشغله برمز البي اي ن اللي هو الفتح بتاعه يعني انت عشان يفتح لازم تعمله تأمين بي اي ان انت الرقم ده يكون معك انت بس عشان هو يفتح دي حاجة وحاجة تانية الرقم ده هينفعك لما تيجي تسجل بقى بيه تاني على تليفونك انت تمام؟ فهمنا الفكرة دي؟ هتقفل بس الواتس اب برمز البي اي ان تمام؟ انت اصلا اول ما هتجي تسجل على التليفون التاني هيطلب منك هيقولها لك يعني هيطفرها منك ممكن تشغل البي اي ان تمام؟ هو بتعمله من ستة ارقام بتضيف اي رمز امان يعني تمام؟ هتفعله عليه عادي جدا وبعد كده في خلال يعني في بعض الناس برضو المشكلات حلت معهم من اسبوعين وفيه الناس شهر اتحلت ازاي يعني قدر يشغله تاني على نفس التليفون على تليفونه هو بقى تاني تمام؟ وفيه الناس برضو بعد شهر والنص تقريبا فهي عملية افتراضية المهم انت ما تقلقش منها اقفل الواتس هناك عند تليفون التاني واشتغل عندك بالنسخة المعدلة بنفس الطرق اللي هي في الفيديو ده تمام؟ بس ده كل الموضوع الموضوع بسيط يعني ما تقلقش من حاجة ان شاء الله تشتغل تاني برضو معاك تمام؟ اي سؤال في اي موضوع سبت علي بسؤالك ان شاء الله ارد عليك سواء في التعلاقات او في حلقات البث المباشر يومية ساعة تسعة ونص مساء بتويت مصر او اعمل لك فيديو على اي مشكلة عند حضرتك في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته